سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي سلام إله السلام يسوع المسيح يكون معاكم النهاردة كل المحبة مننا ليكم جميعا من الفريق وأنا وإحنا بنحبكم جدا بنحب اللي بيحبنا وبنحب اللي بيغضب علينا وبيحب اللي بيعترض علينا وده جزء من اللي بيفرح قلبنا إن احنا نكون بنخدمكم ووقفين معاكم في الثغر وبنتكلم بنقدم الحقيقة وكل واحد منكم له حرية إنه يختار ويفهم ويفكر أنا النهاردة بصلي إنه الرب يسكن أروحكم وتستلموا كلمات محبة خاصة منه لكل واحد فيكم وكل واحدة فيكم علشان تبدأوا رحلة سلام مع الله النهاردة عنوان الحلقة هو الرد على أسئلة المشاهدين أنا بحب أو يكون معاكم في النوعية دي من الحلقات لإنه هي يعني نوع من التلاقي والتلامس بينا كفريق وبينكم كمشاهدين اللي بيكتبوا لنا واللي بيتصلوا والاعتراضات اللي انتوا بتقدموها لنا بشكل مباشر أو بشكل على الهوى أو بشكل غير مباشر في الحلقة اللي فاتت الحقيقة كنا بنتكلم عن عدة أحداث هامة جدا كنا بنتكلم عن الأحداث الهمة والمؤسفة في نفس الوقت دي اللي كنا بنتكلم عنها هي مثلا منها مقتل الفتاة الناجرية والاتقتلت وتحرقت وجمهور من الشباب خطفوها وقتلوها ورجموها يعني كان فعل بشع جدا لمجرد انهم ظنوا أو بيقولوا حد قال انها قالت حاجة على محمد أساءت للنبي بعد كده الشاب راني اللي تكلمنا عنه برضو واللي كان يعني موقفنا من الكلام على موضوع راني في الحلقة دي كانت تاني مرة نتكلم فيها كنا بنتكلم على قاتل راني وازاي قال انه أما قرى القرآن ربنا هدى قلبه فأمرح قاتل راني فكنا مش بس بنتكلم على فاجاعة قتل راني وفقدانه بالنسبة لأهله والعيلته والتهديد الصادر ضده كل المسيحين كنا بنتكلم على الفعل وأثاره وأصوله فالحديث ده الحقيقة أثار غضب بعض المسلمين اللي كانوا بيشاهدونا منهم متصلين زي مايا وزي صلاح وكان فيه كمان ناس بتكتب لنا على الفيسبوك مثلا يعني فأنا شفت عدة أمور حبيت إن أنا أولا أترحى معاكم ببساطة وفي نفس الوقت أستغل الفرصة دي لإني أرد على بعض الأسئلة الهمة اللي بتكرر كتير مهما عدناها ومهما رديت عليها في يعني الناس منكم لأول مرة بيحضروا لأول مرة بيسألوا أو بيكرروا الأسئلة اللي الناس على الفيسبوك بتحطها المسلمين المتمرسين يعني يحطوا لنا شوية أسئلة فاكرين أنها معضلة مثلا مشانعرف نرد مثلا يعني فهي المسألة مش تحدي على فكرة هي المسألة إعمال عقل وسؤال الله أنا بقول من دلوقتي أنا قبل ما برد على سؤال بفتح الكتاب بصلي بسأل ربنا بشوف المصادر بشوف مين قال إيه وإزاي ده يمشي ويتماشى مع كلمة الله وإزاي ده يأثر على حياة المشاهدين فهي المسألة مش تحدي لأنه إحنا مش داخلين في سباق مين هيغلب مين ولا مناظرة وده مش أسلوبنا فأنا حبيت النهار ده إن إحنا نعلق شوية على المفهوم العام اللي كانت يعني في إطاره مدخلات الحلقة اللي فاتت لأنه بيعمل لنا كده هايلايت على كتير من أسئلتكم وأيضا أحط بعض الأسئلة الهمة اللي بتتكرر كتير خاصة سؤالين أو تلاتة في المسيحية مهم إنكوا تفهموهم أو تبدو تفكروا فيهم بطريقة مختلفة شوية مثلا من الأسئلة الهمة أو من بعض الاعتراضات اللي بتيجي على البرنامج أو على برامجنة عموما يقول لك إنه أنت عندكو ازدواجية في الموضوع طب إيه اللي ازدواجية اللي انت شايفها زي الأستاذ أبو حازم أبو حازم ده يعني أنت أبو مرتين مش عارفة ليه لكن معلش يا أستاذ حازم الأستاذ حازم بيقول إيه أنت ليه النهار بتتكلمي عن المرأة المسلمة ومشتاق يحلل مشكلة المسكينة ميري ماجدي وفي ضيحة جديدة تكشف بطلان النصراني هو شايف إن أنا عندي ازدواجية وإني مش بتكلم في مشاكل المرأة المسيحية أولا يا أستاذ أبو حازم أشكرك على تعليقك وأشكرك إنك بتشاهد وأشكرك إنك بتشاري خليني أولا أرد على النقطة دي بصفة عامة وبعدين هتكلم في موضوع ميري ماجدي أولا أنا ما تكلمتش ديه الأسبوع اللي فات عن موضوع ميري ماجدي لإنه الموضوع كان لسه واصل وعلى فكرة الفريق يعني ما هوش يعني مش أنا اللي لقيتها الواحدي لا أنا لقيتها وبصيت عليها الموضوع والفيديو بتاع ضربها وكل ده لكن كمان من الفريق على الأقل اتنين أو تلاتة بعتولي نفس الفيديو علشان شايفين إنه مهم نتكلم عنه إحنا بنخبيش حاجة عارفين لي ما بنخبيش حاجة؟ لإن اللي بيستخبه ضعيف والكتاب المقدس من أصوله وأساسياته إنه بيكشف الحقيقة كما هي لإنه زي ما قال المسيح الحق يحر الحقيقة تخلصك من الخوف اللي ممكن يربطك بإنك ممكن يكتشف عنك حاجة كتاب المقدس من أساسياته إنه حطلنا مشاكل الناس زي ما هي وبعدين ورانا قانون الله ومحبة الله ووفران الله والطريق المفتوح فأنا ما عنديش مشكلة أبدا إن أنا أتكلم في موضوع ميري لكن أنا كنت منتظرة إن أنا أخصص لها حلقة خاصة عشان أخد الموضوع ولقيت إن النهاردة هيكون مناسب جدا لإنه في مشكلة ميري مجدي فيها تفاصيل كتير دي نمرة واحد حتكلم معنا بالتفصيل لكن النقطة التانية اللي حاب أرد عليها في موضوع اللي ازدواجية هنا اللي بيتهمنا بيها الأستاذ أنا حاب أقول إنه يعني زي ما قلت الكتاب المقدس ما بيخبيش وإحنا ما بنخبيش لكن أيضا قبل ما تيجي مشكلة ميري مجدي أنا اتكلمت في موضوع الطلق في المسيحي وكان ضيفي القص عاد المالك لأنه المالك لأنه يعني قص مسيحي ودارس لكلمة الله ومتبحر فيها وأنا أيضا نفس الشيء لكن حبيت إن أنا أجيب لكم قص مسيحي يتكلم في الموضوع إلى جانب خبرتي الشخصية إلى جانب قصص نساء كثيرات كانوا بيتصلوا بينا وعملنا حلقتين في الموضوع ده حلقة 465 و 466 اسمهم عنوانهم الطلاق في المسيحية هتقدروا تلاقوهم على اليوتيوب للمرأة المسلمة كلمنا فيها بمنتهى الصراحة عن مشاكل فهم فكر الكتاب المقدس في موضوع الطلاق في المسيحية وما يليق بالله وما يليق بأبناء الله وما لا يليق وأنا النهاردة هحط جزء منه كده يعني نتكلم فيه فيما يخص موضوع الأخت ميري مجدي الجزء التاني قبل ما أروح لأول فقرة هنا هو البعض عنده مفاهيم موروثة عن الإسلام ومن الإسلام وبيدافع عنها دفاع مستميت ويهاجم أيضا بالاحتمال أن يكون مخطئ في التقييم فالنهاردة أنا هاخد لمحتين كده أو نقطتين توريكوا أنه ده وارد يا جماعة وارد أنك متبقاش فاهم معنى الآية ايه أو الخط الأساسي مثلا لو كلمنا عن الإرهاب في الإسلام أو الجهاد في الإسلام يقولك ده جهاد النفس ده رأي حضرتك بس مش رأي الكتب ولا رأي القرآن ولا رأي المفسرين جهاد النفس موجود بس الجهاد الأعظم إيه إنك تروح وتحارب وتقاتل حتى اللي محاربكش حسبتلكه ده ينو فقصدي حاجة إنه ما تهاجمش من غير ما تبقى فاهم وباحث عايز تهاجم وخلاص اتفضل برحتك مش هرد عليك يعني برحتك أو برحتك لكن إذا كنت عايز تتعلم وإذا كنت عايز تعلمنا حاجة جديدة اتفضل ورينا الدلائل فالموضوع كمان المفاهيم المغلوطة دي والحاجات الموروسة دي لازم نتخلص منها بقى نشوف الأصل إيه نشوف الحقي إيه وينقبله وينرفضه بس بمنتها البساطة وده أيضا ينطبق على المواضيع اللي هنتكلم فيها في المسيحية بردو فالنهاردة أنا هحاول أتكلم بقدر إمكان في عدة مواضيع ورد على عدة أسئلة هتكون متسلسلة بطريقة يعني تربط الفكرة ببعضها وإذا ما كملناش أنا على استعداد إنكم تضيفوا أسئلة تانية وأكمل حلقة تانية الأسبوع اللي جاي في الرد على أسئلتكم أو اعتراضاتكم خليني بقى أرجع لموضوع ميري ماجدي بصوا اللي حصل إنه ظهر فيديو لكل اللي ما شافش موضوع ميري ماجدي ظهر فيديو لزوج بيدرب راجل بيدرب واحدة ست بشومة أنا الحالة ما شفت الفيديو أنا كنت فاكرها بنت صغيرة لكن هي واضح إنها الأستاذة ميري شاب عندها 30 سنة في أوائل التلاتينات وصويرة جسمها صغير والرجل ده ماسك شومة حقيقي وعمال يهبت فيها وهي بتحاول تجري بتحاول تخرج ما فيش فايدة وبعدين الفيديو بينقطع لكن اللي بيحصل إنه الدنيا كلها بتقوم انقذوا ميري ماجدي وكلام من ده أولا أول حاجة جات لي عن الموضوع ده كان من المسيحي الحر حاجة زي كده أو أقباط متحق يعني إحدى الصفحات المسيحية دي أول حاجة جات لي لو كنا بنداري على عيب في الكنيسة ولا عيب في الإيمان ولا عيب في الأشخاص ما كانش هتتحط على الموقع المسيحية الأول وتقول حد ينقذ ميري دي أولا لكن اللي بعد كده بقى المسلمين بقى أخدوا دي وطاحوا بقى كل واحد يعمل فيديو عليها ويقولك أهو الست المسيحية بتتضربه وما تقدرش تخرج من الزواج ده وربطوها على طول بالطلاق في المسيحية فالنرد احنا عندنا شقين الضرب للمرأة عموما إذا كانت مسيحية ولا مش مسيحية لكن أصوله إيه في الكتاب المقدس والطلاق في المسيحية خلينا الأول نشوف الفيديو اللي جاي عن جزء من اللي حصل نسمع والصورة اللي محطوطة على الفيديو هي صورة الزوج اللي بيدرب مراته بالشومة تفضل الزوج يوجه ضربات متلاحقة لها باستخدام عصى خشبية أو الشومة كما تعرف محليا على رأسها وعلى أجزاء من جسدها بوحشية متناحية اللي حصل يوم الواقعة هو كان من جول شجره عايز فلوس فبدأ دينا في مشاجرنا وهو لأ ما مفيش فخرجت أنا والبنت بره كان هدفي أن أنا أمشي البنت لأنني كان قصدها كل اللي أنا قلته لها اجري تلعي فبص لقيت تشو ما بتنزل علي الفيديو اللي حددتكو شفتوه كان منا جوه في القوضة جريت على الجوه على القوضة كنت هموت بالسكينة أولا يعني الأول حاجة في الفيديو ده أنه أنا عايزة أحط صورة عامة لمفهوم الكتاب المقدس عن كيف يعامل الإنسان مش المرأة بس الإنسان المسيح لم يتعامل معنا الله في الكتاب المقدس لم يتعامل معنا بفرق بين ست وراجل أبدا ليه؟ لأننا الاتنين خليقة الله المخلوقين على شبهه ومثاله المسيح ساوى بين المرأة والرجل والقيمة هنا مش في قيمة الراجل أو الست ولكن القيمة هي في صورة الله الموجودة فينا ده تعليم على طول الخط في الكتاب المقدس كل بقى اللي عمليني بعتولي انتو الست اللي تصمت نساكم في الكنيس الست كذا تغطي شعرها مش عارف ايه برضو عملت حلقة ارد على الموضوع ده وهي المرأة في المسيحية والمرأة وبولس والكلام ده كله فيعني الاراض موجود ما عنديش منع اقوله تاني لكن النهار ده انا عايز اركز على موضوع انه انسان يسيء الى انسان نفسيا او جسديا الكتاب المقدس بيرفض ده بالمرة بالمرة بولس الرسول بيقول لنا يعني لا تضله ما فيش حد من الزناة ولا الشتمين ولا الكدبين ولا اللي بيعملوا حاجات لا اخلاقية يدخل ملكوت السماء ماينفعش ملكوت السماء للي قلبه مع الله للي قلبه مع الله فده بالتأكيد هيدخل فيه من يهين زوجته لانه المسيح قال انه زوجتك دي زي جسدك تعتني بيها تحبها زي جسدك المفهوم العام اللي بقوله لكم ببساطة المتصل بالآيات في الكتاب المقدس على طول الخط من العهد القديم للعهد الجديد صورة الله في الإنسان احترام الإنسان للإنسان وتعلمنا اللي من زمان بقول لكم انتبهوا الكتاب يعلم الإنسان انه يكون على صورة الله قلبا وقالبا فلما تيجي تقول كلام غلط او تغلط في حد فالرب يقول لك لا يا ابني من فضلة القلب يتكلم اللسان فانت تنظف قلبك عشان كلامك يطلع صالح بناء مفيد معين محبة القلب المليء بالمحبة لا يمكن يخرج إلا محبة علشان كده القلب المليء بالله الله محبة لا يمكن انه يخرج إلا محبة وشفقة وغفران وكل ده الكتاب يعلمنا انه حتى الإدانة في القلب غلط لما يقول لك انه من قال لأخي يا أحمق ولا رقى ولا يعني كلم كده بيم هتقول لأخيك لأخيك بيم هو مش الكلمة مش الحرف مش اللفز الكلمة دي طالع من قلبك لان قلبك فيه إيدانة لأخيك او قلبك فيه كبرياء انت شاف نفسك احسن منه فالله بيتعامل هنا مع نفس الإنسان من الداخل فمن يقول انه من قال لأخي يا أحمق يعني اذا قلت رقى تبقى مستحق المجمع واذا قال يا أحمق يبقى مستحق نرجو هنم مش المسألة هنا بقى ايه مش سواب وعقاب برضو احب اوضح النقطة دي افهموا الحتة دي يعني كويس المسألة مش انه انت هتاخد سواب لو ما قلتش لا والمسألة مش انك لو قلت يا أحمق لحد هتدخل النار حدف لا لانه مثلا بولس الرسول قال ايها الاغبياء قال كده مش كده لكن هنا هو كان بيتكلم على عدم فهم للحياة مع الله ظلمة موجودة في داخلك للحياة مع الله لكن انت لما تقول لحد يا أحمق يا غبي ربنا عايزك يقولك بيقولك لأ نظف قلبك انت قلبك ما يحكمش على أخوك تعرف ان المفروض يكون ايه المفروض يكون في شفقة تعاطف محبة صلاة من أجل الغير فنظف قلبك مش ان انا هحطك في نار جوهنم هرميك في النار حد لا هو بيقول قدر انك تخطئ في أخيك بهذا الشكل تجرحه بهذا الشكل لان قلبك يضمر شيء ممكن يكون مش صحيح أبدا كبيرة عندي بيورينا يعني التوازن كمان نقطة تانية في الحتة دي انه الخطية خميرة شر جو قلب الانسان لانها توضع من الشيطان في قلب الانسان فاذا سبت خميرة الشر تكبر في النهاية تقودك لنار جوهنم لانها تبعدك عن الله الطريق الى الله نقاء الطريق الى الخطية مع الخطية هلاك موت لا يلتقوا كبعد المشرق عن المغرب كده لا يلتقوا فنفهم انه من يدين الفكرة اللي في القلب يدين الفعل اللي ناتج عنها انت وصلت من مرحلة فكرة عدت المسألة عدت الى من فكرة الى ازا جسدي ونفسي الازا الجسدي الضرب الازا الجسدي يترتب عليه ازا نفسي وانساني ما فيش حد ما يعرفش ده معناي خليني اخد تليفون معي الاخ عمر من المغرب اهلا بيك عمر تفضل اهلا وسهلا يا اخت اماني سلام ونعم عليك اخو يتفضل مبسوط اسمع صوتك معديرا الجمعة الماضية ما كنتش حاضر لانك كان عندي ظروف الف سلام عليك وربنا يصلح لك كل الظروف وبشكرك ولازم تروح تتفرج على الحلقة وتقول لي رأيك فيه تفضل معلش انا بس اريد ان اقول لك بان المجتمع انا اللي اعيش فيه يعني طول عمري تسمعني يا استاد انا سمعك كويس يا عمر تفضل اوك اقلت بان انا لما كنت في ايام مدرسة يعني مثلا كنت اشوف الاساتدة او استاد بالتربية الاسلامية او الاستاد في اللغة العربية يعني دوما يستعملون العنف كتير يعني مثلا مثلا اخطأت في في تلاوة القرآن يعني 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 لانهم يطبقون القول يعلموهم بسرع وضربوهم بيعش اه طبعا لا لا ده حرام بيبقوش ده الاطفال بيبقو اربع خمس سنين وعملين يضربوا بالفلكة يعني لحفظ القرآن نعم ولكن انا هتكلم لك في المدارس يعني مش في المدارس القرآنية في المدارس ايو فانا لما اشوف يعني مثلا في المدارس الاجنابية مثلا عندنا احنا ما عندهم مش هاد الاسلوب فقط عند المسلمين احنا في المغرب اللي يقولون لان احنا مسلمون ونفتخ بالدين فمنذ ذلك السنين هم اصلا يمارشون هذا التعنيف في عم من الايام المغرب ومصر وكل الدول العربية فيها تعنيف للاطفال في المدارس في يوم من الايام يا استاد اماني انا مع عملة ما انسى يعني كنت سألت استاد تربية اسلامية يعني كنت في الاولى التانوي اي يعني انا في البداية الايمان مثلا انا كنت في في القسم وانا سألت يعني يا استاد يعني هل صحيح ان الله محبة وقاوبني جاوبني هذا من الكفر انك تقول ان الله محبة يعني ازاي ازاي يعني فقط هو قبار متكبر ومنتقم يعني و فقط يعني ليست من صفاته ليست من صفاته في القرآن ليست من صفاته ولا اثماؤه نعم ولكن عندما تحتج يعني خلاص يعني يعني دمك حلال يعني في ذلك الوقت كان هناك كان هناك تعطش بالدماء يعني في مسألة الدماء يعني لازم يعني يقولك بأن الحد الردة هي القاتل لازم القاتل وكان مش عارف ايه وخصصا في المغرب يعني في ذلك الوقت هم متحمسين أنهم يطفقوا هذا الحد الردة مع أنها غير موجودة في ذلك الوقت إلى يوم من الحال يعني هناك كثير من يعني هناك كثير من التلاقضات وكثير من المشاكل يعني حتى أن دور في المساجد ودور الوزارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية يعني ما عملش أي حاجة لحل المشاكل الأطفال الشوارع وحل المشاكل للبنات اللي خارجون في الشوارع يعني يفسدون يعني عندنا مشاكل كثير 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 يعني ما هو المهم بالحفاظ على الشكل الإسلامي يا عمر ده شكل الدولة يبقى إسلامي وشكل الشيء هم يدعون هم يدعون هم يدعون أن الدين هي دين كوي شوى لكن في الحقيقة أنا لما مررت سنوات زي 2000 2001 2002 2003 يعني مش حقيقي يعني وين الحلاوة دي يعني نعم هذا صح حتى في صورة النساء النهار ده بس عشان عشان عايزة أرجعك لموضوع الحلق أنا بتكلم دلوقتي برد على حدث حصلت واحد مسيحي ضرب مراته بشكل عنيف جدا فأنا بكلم عن هل الضرب موجود في الكتاب المقدس هل مسموح أنه الكتاب المقدس يقول أن في السفر الأمثال الإصحاح واحد وثلاثين عدد عشرة تكرم المرأة على أساس أنها يعني قيمتها زي اللؤلؤ نعم نعم أمين وأنه زوجها يفتخر بيها وتكون مصرة لي طبعا يعني ما فيش أي حاجة يسمها ضرب شكرا يعني تعرف أنه آخا ما فيش مشكلة يعني أنا بس أقول لك بأن الضرب في المدارس كان حصل في الثمانينات والتسعينات وما قبل يعني ومازال تغير لا مازال والنهار ده عندنا في مصر أطفال ممكن ينضربوا لدرجة أنه طفل عينه تتقلع يعني لكن الكتاب ربنا بيعلمنا أنه الداخل يبقى نظيف فالخارج حيبقى نظيف هو كده طيب أنا بشكرك يا عمر ربنا يبارك شكرا طيب خلينا نشوف موضوع الضرب دي مسألة كبيرة جدا عند الله فأنا دلوقتي أسمتلكوا الموضوع لنقطتين الضرب الضرب الزوجة في المسيحية استحالة الضرب هنا هو اللي عنده مشكلة لأنه طبعا بنكتشف أنه بيشرب مخدراته وبيعمل بيقولوا الكلام ده كله لكن ولا حاجة من الكلام ده تهمني بيشرب مخدرات ما ترباش أخلاقه مش عارف إيه النقطة الوحيدة اللي تقال عن هذا الرجل للأسف أنه لم يعرف المسيح في حياته لم يعلم تعليم الكتاب المقدس عن المحبة وأنه يكون مثل المسيح في بيته وأنه ما يعرفش المسيح هيمثله إزاي من ولد في عائلة مسيحية ليس بالضرورة مسيحي يعني مرة تانية أنتوا بتتكلموا بقولوا الإخوة المسلمين بتقولوا مثلا إيه أمريكا ودولة مسيحية مين قال لكم كده ده 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 مش حقيقي أتبص الكنيسة اللي أبط وتقول دي مليانة مسيحين برضو مش حقيقي في حلقات الضرب أنا اتكلمت عن الناس موجودين جوه الكنيسة وكسرين العلاقة بينهم وبين زوجاتهم وعائلاتهم ووالكنيسة أيضا ولا يطيع كلام الله ولا يطيع القيادة الروحية هتعمله إيه إنسان ميت قلب ميت القلب الحي يحيى بالمسيح فقط هو اللي يغيرك كل يوم وينظفك ويوضبك ويأهلك ويجعلك إنسان ممثل لي المسيح هي صورة للمسيح في كل شيء هذا الرجل لم يعرف المسيح فلا يوسله بمنتهى البساطة لكن لما يجي بقى ما تقرر لي وتقول لي راجل مسلم بيدرب أقول لك وبيضرب لي خلينا نشوف الجزء التاني من الفيديو بحسب تصريحات ماري فقد تنازلت عن عدة شكاوى سابقة بسبب الضغط التي تعرضت له من قبل أقاربها لا تستطيع الطلاق منه بسبب ديانتها البسيحية كما تقول يعني أطلع منه إحنا مسيحيين وجواز نصارى ويعني كان ممكن أروح بس معرفش مش قدر أبطل أشوف فيديو ماري لازم الطلاق باستحالة المعاشرة يكون موجود في المسيحية الستة دي ممكن تكون استنجدت بكم كاهن وكلهم قالوا لها تصبر وتستحمل لغاية ما الوضع وصل لكده أما هنا صالح تخيل لو كان مسلم اللي عملها كانوا صدعونا في الإعلام واتخذوا هذه الحادثة ذريعة للطعني في الإسلام طيب أنا هرد حت حت على الفيديو ده أولا يا ماري اسمها ماري يا أستاذة على فكرة أنا معرفش ليه المسلمين دايما يمي يجوا ينطقوا أسامي المسيحيين يقولوا بطريقة غريبة كأنه مثلا أساميهم جاية من الفضاء اسم ماري ده عادي يعني ما اسمهاش ماري اسمها ماري بس يا أستاذة ماري يا بنتي ربنا يشفي كل جراحك ويقدم لك المعونة الروحية الحقيقية ويعرفك قمتك عنده أنت جوهرة ثمينة في عيننا الله الله يريد أن يعطي شفاء لقلبك والحياتك أنت وبناتك عندك بنتين لازم تبعدي بالكامل عن هذا الرجل لازم الرجل ده لا يعود لحياتك إن لم يتوب إلى الله ويعرف المسيح ويعيش حياة حقيقية مسيحية حقيقية مش مسيحية اسمي أنا حخرج عن يعني عن المألوف شوية وأكلم ميري ميري أنت قلتي إحنا ده جواز نصارى أولا يا ميري إحنا مش نصارى إحنا أتباع المسيح أنت بتتباعي المسيح إحنا مش نصارى فما تكرريش كلام المسلمين وإنتي مش عارفة إيمانك إيه الكلمة دي مش نميري لوحدها لكل اللي بيسمعوني النهاردة من المسيحين إنتي مش عارفة إيمانك ليه مش عارفة حقوقك في الكتاب المقدس ليه مش قادرة تروحي تستعيني بكنيستك وأهلك في الكنيسة ليه ليه ليك حق لازم تعرفي مع الله الأول يعني بحزن جدا لما سمعكم بتتكلموا زي المسلمين بحزن بحزن أنا بسمع ساعات مسلمين بيكرروا آيات قرآنية آيات شيطانية يعني سمحوني لكل مسيحي ومسيحي بيسمعوني النهاردة اعرف كتابك اعرف كلمة الله الشافية المغيرة الحقيقية اللي لو كانت ميري عارفاها كويس ومتصلة بالحياة الحقيقية مع الله كويس كانت عرفت أن الله لا يمكن يرضى لها هذه الإهانة ميري قالت حاجة قالت إيه ما أنا يعني حاولت أروح بس يعني أنا فهمت من الكلام ده أنها يعني اتقلها أنه ده جواز إلى مالة نهاية وأنه ما فيش حل واستحمل يا بنتي من على هذا المنبر قلت كذا مرة لكل أسيس أو كاهن أو خادم بيقول لوحدة بتتضرب بهذه الوحشية استحملي ده صليبك ستدان أمام الله ستدان أمام الله واستخدام كلام الله بطريقة غير حقيقية سيدينك أمام الله لأنه مسئولية واحدة زي دي كان ممكن تموت وبناتها تنتهك في رأبتكم بس النقطة التانية أنه من الظاهر أنه ماري ممكن تكون ما استعانتش بالكنيسة بشكل كافي لأنها بتقول ما أنا حروح يعني علشان ماري زيها زي أي حد تاني في المجتمع المصري لاستلمته من أهله استحملي نصيبك صليبك لكن حد يقول لي أن ماري تترفع قضيتها للبابا توادرس والبابا توادرس مش هعمل حاجة أقولك لا هيعمل وهيقول لها أيوة في طلق وفي انفصال لأن الانتهاك الجسدي ده انتهاك روحي وانتهاك لإنسانيتها ولا يقبل الله ولا الخدام القائمين على خدمة الله فنعرف الكتاب الهجر في المسيحية ممكن أنك تطلقي من أجل الهجر يبقى مش هتطلقي من أجل الإهانة بص مشكلة الطلاق في المسيحية أنا خدت نص الحلقة على الطلاق بس يعني يعني لأنه موضوع ماري مهم وفيه ستات زيها مسيحيات وقلت قبل كده مسيحيات برضو بيوهانوا عشان ما فيش فهم الزواج في المسيحية بيعتمد على التعاون والغفران والحياة مع الله وتغيير الله للإنسان للإتنين واحتمالهم لبعض وكده يعني ده دي أمور كتابية بنعيشها في عائلتنا وبنعيشها مع الناس اللي برا كمان فييجي فيجي المفسرين الكتاب يقول لك ما فيش طلاق في المسيحية علشان خاطر المسيح قال إلا لعلة الزنا لا في طلاق في المسيحية وفي حاجات تانية في الكتاب بتوريك انه فيه ممكن يكون في طلاق لأسباب تانية وفي كلام من الله بشكل واضح وظاهر فيه نشوف السلايد اللي جاي ده عن كراهية طلاق في ملاخي أوكي نقرأ في ملاخي اتنين انا حقرأ من عندي عشان الصورة بعيدة شوية علي انا مش شايفاها فسامحوني في ملاخي اتنين بيقول كده فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك افلم يفعل واحد وله بقية الروح يعني اذا كان فيك روح الله مش هتعمل كده ولماذا الواحد طالبا زرع الله فاحذره لروحكم ولا يخدر احد يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل الاية دي اما تعودوا تقولوا كده ان الله يكره الطلاق ما تقفوش عند الحتة دي لكن كملوا بقية الاية لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل وان يغطي احد الظلم بثوبه قال رب الجنود فاحذره لروحكم لقال لا تغدره هنا الظلم في الترجمة العربية اصلها في اللغة الاصلية في العبرية اصلها التعنيف من جدرها التعنيف ما تغطيش ظلم امراتك اللي انت عن نفتها سواء عن نفتها نفسيا ولا عن نفتها جسديا ما تغطيش ظلم امراتك وتهجرها وتبقى يعني لابس توب كده التقوى ويا المفروض الست دي تبقى متغطية بتوبك انت كمان يعني هي الصورة ذهنية فما تعملش كده لان ده مكره امام الله طلقك ليها ظلم بس تعنيفك ليها ظلم بس ده يفرقك عنها لان دي كراها امام الرب مكرها امام الرب الضرب في المسيحية هجر لمسئوليتك وهجر لمسئول للي انت مسئول عنها امام الله ارجعوا لحلقات الطلاق هتلاقوا فيها تفصيل كتير لمعنى العلاقة الزوجية بين الاتنين ومشكلة الطلاق عايزة يعني هل تتجوز بعد كده ما تتجوز بعد كده المشاكل الكنسية الكلام ده كله مش هادي المشكلة اذا فهمنا هنتغير وهنتطور النقطة التانية انا يعني انا خلصت من موضوع ميري ماجدي انا بصلي من اجلها وبصلي من اجل عائلتها بصلي من اجل الكنيسة انها تكون كنيسة شهدة العمل المسيح الكنيسة عامة ابطية ارتدوكسية بروتستانتية مشيخية اي كل الكنيسة جسد الرب بصلي ان احنا نكون شهادة امام الجميع لمحبة المسيح لعمل المسيح لتغيير المسيح لحقيقة الحياة المسيحية مع الله حقيقة بصلي من قلبي انك تكون شهادة على الارض مش عذرة اكي ليه بتكلم عن المرأة المسلمة طبعا للي بيسمع لأول مرة وانا بشوف انه كل يوم بيبقى عندنا مشاهدين جداد بقول لك انا بتكلم عن المرأة المسلمة لاني كنت امرأة مسلمة قبل كده فانا عارف اصولي وعارف المسيح غيرني ازاي وعارف حياة المرأة المسلمة ازاي من حقي ان يتكلم على المرأة المسلمة واعطي الصورة الحقيقية للحياة الحقيقية والتعليم الحقيقي في الاسلام هروح بقى من النقطة دي للرد على سؤال من الاسئلة اللي بتتكرر دايما اللي بتربط بين الارهاب الاسلامي وكلمات المسيح عن السيف اللي بعد كده السؤال ده بيجي لنا كتير في متى عشر بيقول واحد النهاردة بعت السؤال ده على فكرة بيقول كده انتو عندكو آية بتقول لا تظنوا اني جئت اللي قلقي سلاما على الارض فلو كان الآية دي كأنها يعني موجودة في القرآن وانتو بتتهمون بالإرهاب وهو الكتاب المقدس بتاعكو في إرهاب الآية بتقول لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فاني جئت لأفرق الانسان ضد أبي والابن ضد أمها والكن ضد حمتها واعداء الانسان اهل بيته من أحب أبا او أم اكتر مني فلا يستحقني من أحب ابن او ابن اكتر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها الآية دي في مت عشرة جت في إطار هام الإطار انه المسيح في مت عشرة كان يعني بيكلم تلاميذه اللي بيرسلهم بعد كده علشان يبشروا بالكلمة وبيقولهم شكري الحياة هيكون ايه خليني أخذ المكلمة دي وبعدين أكمل شرح الآية دي أهلا أخت فريال سلام المسيح حبيبتي أحلام بيك أختي أماني سلام ونعمة المسيح معك سلام وبركة ليك أختي أماني الله يحفظك ربي باركي هذا الشخص اللي كتب أنه بطلان الديانة النصرانية يعملون دائما إسقاط من الإسلام على المسيحية هو لا يجي حاسب تصرفات أشخاص أشخاص موجودين في كل في كل إيمان في كل ديانة أشخاص مسيئين وأشخاص جيدين مزبوط لكن يجي حاسبنا على الكتاب المقدس وتعاليم الله تعاليم الرب يسوع المسيح ماذا يقول بالنسبة للمرأة هل قال في الكتاب المقدس يا رجل اضرب زوجتك فإذا قال هذا من حقه يجي حاسبنا وهذا تشريح لكن هم بالنسبة لهم عندهم تشريح لضرب المرأة وهجها والطلاق لكن الرب يسوع المسيح له كل المشقال يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه وذكرت آية أخرى أختي العزيزة الناحية الثانية اللي يضرب زوجته بهذا العنف هو أساسا مثل ما تفضلتي أختي ما يعرف شيء عن الإيمان المسيحي وده يخالف التعاليم المسيح يخالف تعاليم المسيح فمن حق الزوجة أن تصمت طبعا في هذه الحالة نعم أنه الفراق لأنه هذا يؤدي إلى إلى ممكن يسبب له ضرر لا سمح الله حتى يمكن عاها وبعدين ضرر للأطفال أيضا طبعا طبعا الأجيال اللي جاية بتشوف بدل ما بيشوفه مثلا المسيح في البيت بيشوفه مثلا شيطاني طبعا يعني بالضبط بالضبط أختي أماني وإذا تسمحي لي أنا سمعت من الأخت دكتورة مونة روماني أملت على التلفون يعني مكالمة معاها مع الأخت ماري بس أنك قلت لي أروح أتفرق عليها شكرا يا ريت ما وراء الأحداث نعم فقلت لها أنه يعني أشارت الدكتورة الأخت مونة روماني عن الصلاق وردت علي الأخت ماري قلت لها أنا ما أفكر بالصلاق ولا الانفصال أنا بس أريد أنه أعيش بسلام بعيدة عن هذا الرجل بسلام أنا وبناتي هو يعني نال العدالة يسجن طبعا نعم المخدر وهذا الانف صدقيني نصا قالت هذا الكلام وياريت لو تسمعين حضرتك الحلقة حسما حسما أنا بشكرك يا فريال ربنا يباركك حببتي وشكرا على تعاليك ربنا يباركك الله يحفظك ربي باركك عزيزتي شكرا يعني تعاليك لو كانت لو كانت ماري قالت كده فعلا على فكرة فيه ستات كتير بيتطلقهم بيتجاوزوش تاني أنا اتطلقت ما اتجاوزش تاني مش عايزة تجاوز تاني أنا عندي حياة مع الرب أنا راضية بيها وفرحانة بيها لكن لو لو واحدة اتطلقت وعايزة تتجاوز تاني تتجاوز يعني دي حاجة بقى القائد الروحي يرشدها فيها والكنيسة ترشدها فيها وفي قوانين للموضوع ده دي يعني دي حاجة واضحة والكنيسة بتتكلم فيها وعايزة اقول ان الكنيسة الأورتدوكسية بتشتغل دلوقتي على تغيير بعض القوانين لكن لازم نبقى أسرع شوي خليني أخد أخونا مصعب من السودان أهلا بيك سلام ونعمة أخونا تفضل أخ مصعب أهلا أهلا سلام المسيح معك عليكم السلام كيف نشكر ربنا تفضل تعليقك الحمد لله أنا سمعك تفضل تعليقك ألو طب انت سمعني الصوت بيجبت عندي ما عارف طيب انت صوتك واضح ممكن تقول تعليقك تفضل ألو طيب اوكي خلاص اذا صلحت المكالمة رجعه لي تاني أرجع تاني للآية بتاعت ما جئت لألقي سلاما بل سيفا الآية أولا أنا قلت انه الاسحاح ده كله فيه كلام المسيح لتلاميذ وإيه اللي هيحصل وإيه البيوت اللي تدخلوها وتقدموا ازاي كلمة البشارة والكلام ده كله لكن المسيح كان دائما بيتكلم عن المستقبل هيحصل فيه ايه والنتائج العمل اللي هنعمله يعني يعني كأنه المسيح هو بيتكلم في إصحاح عشر وما تقل على الإصحاح كله هتلاقي في حياتنا على فكرة والآيات دي تلات أربع آيات اللي قرناهم دول يقدر كل عابر وعابرة يقول إن أنا عشت الآيات دي المسيح مش بيتكلم عن سيف حقيقي ح يقطع بي شيء ولكن المسيح بيقول أنا ملك السلام رب السلام إله السلام أنا سلام لكن الواقع إنه أحيانا السلام اللي انت بتدخل بيه عند الناس لا يستقبل بسلام ولكن هيعمل دوشة وهيعمل ألم وهيعمل انكسار ليه لأنك بمحبة الله وانت بتسلم كلمة الله للناس هما مش ممكن مش في كل وقت بيستلموها بسلام وخاصة الأهل فلما عابر يخرج من بيت أهله ويقولهم أنا عرفت المسيح أو يبقى يروح بيت أهله ويقولهم أنا عرفت المسيح هيحصل إيه يتطلع بره هنقتلك مثلا فالسيف هنا مش سيف فعلا يعني سيف لا ده هو هو بيقول إنه اللي هيحصل إنه هيحصل قطع بس الفكرة مش في القطع ده لكن الفكرة إنه المسيحي عنده مسئولية المحبة مسئولية كلمة الحق الكتابية مسئولية إذا كنت بتحب أهلك هتبشرهم بالمسيح إذا كنت بتحب عيلتك هتبشرهم بالمسيح إذا كنت بتحب بلدك هتبشرهم بالمسيح لأنه الحل الوحيد لتغيير حياة الإنسان المسيح لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه خسرت نفسك ولم تعرف الله أو خسرت نفسك ولم تقوم بمسئوليتك فالمسيح يقول لنا واقع وده يرجع تاني لكلمة الكتاب اللي بتقول لنا الواقع في كل وقت هيحصل إيه لما تروح تقدم للناس كلمة المحبة كلمة الحق هيحصل إيه لما تشوف إنه أخوك بيخط أخوك مسيحي بيخط زي الراجل اللي اسمه ماكدي ده هتقول له أنت غلطان ده مش من عمل ربنا هيقوم يضربك أنت كمان ممكن يعني بس أنت دورك إنك تقول له أنت دورك إنك تقدم الحقيقة الكلمة الكتابية كلمة للمسيحين كلهم أنا عايزة أقول لك إنه الشقاق اللي بيحصل بين المسيحيين والمجتمع اللي هما فيه مش دايما ناتج عن إننا بنعمل اللي إحنا مفروض نعمله لأ الاتهاد اللي بيقع عليكم ده مش دايما لإن أنت بتعمل اللي المفروض تعمله ده أحيانا لإنك ما بتعملش اللي إنت مفروض تعمله وهو تقديم كلمة الله للناس اللي حواليك ما تخافش من الاتهاد وما تخافش للسيف اللي هيقع والكسرة اللي هتحصل بينك وبين أصحابك لو قدمت لهم رسالة المسيح لأن دي مسؤوليتك الأولى العابرين أيضا أنا عايزة أقول لكم إنه كل العابرين يقدروا يقولوا اللي خسر أم اللي خسر أب اللي خسر العيلة كلها اللي خسر أموال اللي خسر ده اللي حصل بينه بين أهل ونزاع الزيجات اللي شقت أو الأولاد اللي بعدوا عننا لأننا اختارنا المسيح مش فقط لأنك اختارت المسيح لكن كون متأكد إنك وإنت ماشي أو هما بيخرجوك تكون وصلة كلمة المسيح لأنه مسؤوليتك الأولى هي الكلمة بس العابرين كمان عارفين إنه الشقاق ده اللي بيتكلم عنه المسيح إنه خسارة بنقبلها وإحنا عندنا ثقة إن المسيح هو الحق وإن كلمات الحق اللي إحنا بنتركها مع الناس اللي حوالينا هي اللي هتحرر الأهل وترجع العلاقات وتشفي العلاقات المكسورة وتعمل شفاء روحي كمان كتاب هنا مش بيتكلم المسيح مش بيقول أنا جئت أديكم سيف أديكم عشان تكسروا العلاقات ما جئت لقلقي سلاما بل سيفا هو بس بيقول لك الواقع إنه كلمات السلام اللي انت هتحملها داخل بيتك هتعمل شقاق هتخلي حماتك تبقى زعلانة منك لو روحتي لو انت حتى مسيحية ومؤمنة وحماتك مش مؤمنة ملتازمة يعني بالكلمة أو تعرف الكلمة وقلت لها الرب عايزك تعملي كده أو الرب عايزك تختاري كده أو بصي الكتاب بيقول ايه هيحصل شقاق بس انت مسئوليتك انك توصل للرسالة وانت مسئوليتك توصل للرسالة فدي مش يعني مش المسيح مش بيقول لك قوم اعمل كده لا ده بيقول لك نتيجة وبيقول انه أعداء الإنسان أهل بيته لانه فعلا أول ناس بيعادونا هم أهل بيتنا لما نكون ملتزمين مع الله اذا كانوا هم مش ملتزمين مع الله اول الناس اللي بتعديك هو أهل بيتك فدي منهاش دعوة بالإرهاب ولا اي حاجة لانه في الاخر المسيح بيقول له ايه من لم يحمل ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني ومن وجد حياته يضيعها ومن قضاع حياته من اجل يجدها هنا المسيح بيقول انه حمل الصليب وهو اذا كان الشقاق اللي حصل او الخسارة اللي انت خسرتها المسيح بيقول لك انا سبقتك انا مدت من اجلك ومن اجلهم على الصليب فانت حملك للصليب ده يعني انت كمان هتمر بألام زي اللي انا مريت بيها فاعمل ده بفهم انك بتعمل ده من اجل الله انت مش بتزرع شقاق انت بتزرع كلمة الله للشفاء في النهاية خليني اخذ مكالمة الاخ مصعب رجع تاني اهلا يا مصعب تفضل كيف الحال انا سامعاك تفضل معاك مصعب من السودان اهلا يا مصعب تفضل تعليقك اول حاجة انا تفضية اسلامية يعني مسلم انت انا تمام اي الحمد لله والشكر لله يعني بشكر غنات الحياة كتير 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 ومتقدم من برامج وكده بداية كلام شكرا يا مصعب الغناء وصلت وصلت معلومات يعني انا ما عارف يعني كيف كنت هتحصل عليها من غير من غير متابعة للغناء دي نشكر رب نشكر رب قل لي المعلومات دي اثرت عليك انت ازاي على قلبك على فكرك على مفهوم الله طيب الشيء الاول عبر الغناء وعبر الفضاء واتفكر الكلام مبسوط للعالم كله اي الشيء الاول في حاجة في الاسلام بيقوله ربنا ربنا موجود ويح طيب شكل مش معروف تمام جاعد وين يعني ما ما في ما في حيا دلائل بتبين ده ربنا كده يعني ما في حيا واضحة صدق يعني حيا مشهولة ده اللي بتكلم عنه الاسلام عام حيا مشهولة ربنا هو حيا مشهولة في الاسلام نعم لقيت انه في يعني انت في جميع الذي يعني كده فلقيت انه ما موضحين الخالق والله بصورة صحيحة يعني دايما قاله العقل قال اذا المتكلم اصبح مجنون لابد يكون المستمع عاجل آلو انا سماعك كمل يريد تكمل فكرتك بسرعة لانه وقت البرنامج قرب ينتهي تفضل يعني الشيء الوحيد اللي عاوز اوصله عبر عبر مكالمتي دي احتمال تكون تكلام تخارج برنامج ما معلاش لكن بس فانا واحد من الناس اللي اتغيرت فكرتين بس بصراحة مش قادر اصل بس ده كل المعلومات اللي عاوز عبر الناس تابعوا دقيق في المعلومات اللي بتاديها لكم انا مبسوطة بيك جدا يا مصعب ومبسوطة لانك فكرت ومبسوطة لانك يعني هتكمل انا عارفة انك هتكمل الطريق مع الله وانا مستعدة ان احنا نتكلم بعد الحلقة الله مش واضحة في الاسلام مش كده لكن صورة الله المحبة الخالصة في يسوع المسيح واضحة جدا في الكتاب المقدس وقلب الله واضح جدا حتى سهلة الفهم يعني سهلة استيعابها في العقل سهلة سهلة انك تستعبها في العقل لكن ايضا هي السورة الاهم منها انه المسيح عايز يكون قريب من قلبك هو ده الهدف ايوه انا بشكرك المصعب خليني خليني اصلي من اجلك قبل ما اسيبك ممكن ياريت ياريت طيب رب انا بشكرك من اجل مصعب بشكرك لانك لمس قلبه لانك فتحت عقله لانك تنير الطريق امامه بسألك رب انك ترشدنا ان احنا نكمل الطريق معاه وانه يصل للحق والحق يحرره اشكرك لانك اله تطراء لمحبيك يا سامع الصلاة احنا نأتي اليك امين بس ما عليش في معلومة واحدة عوز اوصلها امين امين الحمد لله على هذه الصلاة واشكرك واشكر غنات الحياة كلهم بس بصراحة عوز اوصل معلومة واحدة يعني وين كان احزن شديد على هذه المعلومة لكن لازم تصل صوت يصل للعالم كله انه انه الطريق صعب انه اي مسلم عنده زي الفكرة تعوز ربنا انار طريقته انار بصيرته صعب يصل فيا ريت تكسفوا جهدكم تستوعي باك لا مش صعب في ملايين من المسلمين وصلوا للطريق مع الله والمسيحة وكتير منهم بتسمعهم على قناة الحياة الطريق مش صعب لكن ربنا يكمل الطريق معاك ومع الكاثرين ربنا يبرك بصراح انا معاني بصراح انا معاني بس يا ريت ان شاء الله الطريق كمان يسهل لي ويسهل لي اخواني امين 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 يا مصعب هكلمك بعد الحلقة امين ان شاء الله شكرا شكرا الى اللقاء طيب يعني الحياة انا مش عارفة مش هقدر اكمل بقية الافكار اللي كنت حابة ان انا شاركها معاكم النهاردة لكن هنكمل بقية الاسئلة في الحلقة اللي جاي والافكار اللي هنقدمها في الحلقة اللي جاي والرد على اسئلتكم اللي ممكن تضاف الى الحلقة القادمة من الافكار الهمة جدا اللي تقالت في المداخلات اللي اتعاملت النهاردة مثلا الاختة في ريال اما اتكلمت على الاله اللي بيغير الانسان ده حقيقي هناك اله حقيقي ان لم يغيرك يبقى مش اله يبقى ليس لو عمل في حياتك مصعب وبحثه عن اله يكون ليه ملامة حقيقية تؤثر في حياته لم يجده في الاسلام لكن في اسم يسوع الله يتواصل معاه ومع الكثيرين منكم الله محبة اللي عمر قال انه لا حرام تقول الله محبة لا مش حرام المسيح هو الله محبة اللي عايزك تشوفه كما هو وتشوف محبته ليك في حياتك بصورة بصورة شخصية النهارده واقف أمامك وبيقول لك يا ابني الباب مفتوح يا بنتي الباب مفتوح بيحبكم من كل قلبه أحبنا حتى الموت موت الصليب حتى تكون لنا حياة أبدية معا بصلي انه هذا الاله الصالح يلمس قلبك وقلبك اليوم بشكركم على حسن السمعكم محبتكم أسئلتكم حضوركم والرب يبارككم وليكم مننا محبة من كل القلب إلى اللقاء